يمثل حجم التبادل التجاري المتزايد بين مصر وكرواتيا نقطة مهمة في التعاون بين البلدين وقد تمثلت أهم الصادرات المصرية للسوق الكرواتية في البطاطس الطازجة والمبردة والملح وكلوريد الصوديوم والفوسفات وتتمثل أهم الواردات المصرية من السوق الكرواتية في الخشب والفاكهة الطازجة مجالات تعاون واعدة بين مصر وكرواتيا ونشاط تجاري واقتصادي بين البلدين في ظل توجه مصر لفتح جميع الأسواق العالمية المتاحة لزيادة الصادرات للخارج حجم التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا يزداد عاماً تلو الآخر ليؤكد أن التعاون الاقتصادي المشترك هو أحد العوامل المهمة في علاقات التعاون الثنائية وعلى طاولة مباحثات القيادات والمسؤولين من الجانبين دائماً ما تبرز مسألة تعزيز هذه العلاقات الوثيقة فعلى هامش فعليات قمة المناخ كوب 27 والتي عقدت في شرم الشيخ هيمنت على مباحثات رئيسي وزراء البلدين مجالات التعاون الوعدة لتستكمل مسيرة المشاركات النجاحة للشركات الكرواتية في المشروعات المصرية فضلاً عن الاتفاق على توقيع اتفاقية منعي للزواج الضريبية بين البلدين مناقشات توجه مجلس أعمال البلدين ببحث سبل دفع حركة التجارة بين البلدين وفتح أسواق جديدة للتصدير وزيادة الاستثمارات الكرواتية في مصر ليوقع الجانبان في النهاية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من بينها اتفاقية التعاون بين ميناء الأسكندرية ورييكا والتعاون بين الشركة المصرية لضمان الصادرات وبنك التعمير والتنمية الكرواتية فضلاً عن التعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمشروعات الصغيرة الكرواتية لتنمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتزدهر وتترجم أقوال القيادة السياسية ونهجها إلى أفعال على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر